نروح نشوف الدكتور محمود الشرقاوي مدير دار الشفاء دكتور محمود أولاً مساء الخير فن سؤال 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 محمود إذا حضرت عايزين نطمين لول على الفنان شريف دسوق وكمان الرئيس مبارح اهتمام بالفنان شريف وعلاج شريف نقل النهاردة ممكن تحكينا أولاً حالة شريف فنان كبير شريف دسوقي حالياً اللي موجود عند حاجة في المستشفى طبعاً بعض التوجيهات سؤال رئيس ومعاين الوزيرة سؤال زايد علاج شريف فنان شريف فنان شريف على طورة عصول تم تشكيل فريق سب ومتخصص اللي منظر في الحالة وصل تقريباً لشنة عربعة الفجر بدأنا نتعامل معاك فريق سب ومتخصص جهر من الشرقين الجراحة العامة والأواعات الدموية والبطنة والسكر والتغذية العلاجية تموا منظرته وعملنا بعض الفقصات المبدئية والمعملية والأشعات وقفنا على تشكيل الحالة بدأنا خطت العلاج بتاعتنا وحالياً هو يتمس العلاج يعني ومره الحمد لله في تحسن يعني الحمد لله نعم الحال إيه دي حالته إيه يعني طبعاً نفسياً أولاً وبعد كده طبياً نفسياً طبعاً طبعاً عليه نفسياً طبعاً أكيد فيه يعني ما بعد الأعمالات الجرحية اللي هو خضع طبعاً فيه شوية استراب نفسي بسيط بدأنا نتعامل معاه فريق من الدعم النفسي توجيه معاه الوزيرة من أمال العامة للصحة النفسية مجلساني موجودة النهاردة وتعامل معاه قرية الطب اللي بيتعامل معاه لحد ما بيانشوله جوه من الوطفي جوه من الود والتفاؤل معاه بحيث اللي هو يعني نفسياني وأكويس ورد النهاردة معاه لسات الرئيس بعت منذوب بزيارة له طبعاً هي منذوب زيارة بس قدر اللي هو وصلنا له مثال ساتر رئيس واتمنانه على طاحته أصدت عليه طبعاً إيجابياً جداً حاسم نفسياني بنسبة جديرة وشاكل طبعاً موجه فريقه لساتر رئيس ومعاه الوزيرة نعم وطبعاً حاس إنه هو يعني في بلده بياخد خدمة كويسة وفيه تمام فبقى الحد من المقصة حاسم نفسياني بشكل الصيد يعني النهاردة ساتر رئيس بعت منذوب خصيصاً لزيارته والتمنان عليه آآ آآ بس نحن طبعاً ما منوعز يارات آآ وفقاً آآ ده بشكل السسناء يعني مش كده آآ آآ سمعين نعم واطمان عليه وحالته بقى يعني زيان بقول كده انبسط يعني آآ نقدر آآ طبعاً طبعاً آآ إنه تمام الرئيس والناس كلها مهتمة بحالته بشكل واضح كمام آآ وفيه طبعاً فيه جزء كبير جداً من الفنانيين والسياسين حابين الغروب بس طبعاً لأسف ما منوعز ياره بالوقت آآ عشان ما يتعودش للانتكاسة أو موضوع الهاتف ما زلنا في جائحة الكوريد آآ حفاظنا عليه من العدوية نعم آآ صحياً يعني الوضعي صحياً صحياً طبعاً هو يعني يعني من بعض رمضات المزمينة زي السكر والضغط كان جايلنا آآ السكر شرام لخبط والضغط بدأنا الأوروب بتاعتنا وبدأنا العلاج حتى الآن الحمد لله الأرقام بتاعت الأرقام تنسى جداً آآ التحليل للوضعيك الكرة والكامل كنت تعالي شوية بدأنا العلاجات بدأت حسنية الاستقادرة آآ بدأ خضع الخطة علاجية آآ ونظام تغزاوه من عسم فعويض البعض نقص الأعناط المهمة في جسمي وعشان تحسن من الحالة المزاجية وتحسن من حالة الجرحة اللي عنده نعم وبدأنا خطر علاج وطح معنا إن شاء الله مستمرين يعني نحن تماثل الشفاء بشكل كامل هل في أي تطورات في الباتر في حاجاتها تتركب بأطراف يعني إيه اللي بيتم؟ ما حالياً إحنا في عناية الجرح دلوقتي إحنا حالياً نخططنا هي عناية الجرح بشكل كويس بسي الجرح إن شاء الله يلتائم بشكل كويس ويساعد إن شاء الله تجيزه المرحلة التأهيل اللي ترقون بعدين ممكن يقعد دلوقتي أديه في المستشفى حتى الآن قطة العجية محطوطة تقريباً من خمسة لسبعة أيام وجاري يعني إن شاء الله تحديد القطة المهائية بعد مناظر الفترة الجاية نعم إحنا بنتكلم على علاج على نفقة الدولة مش كده؟ أكيد طبعاً آه توجيه علاج ونفقة الدولة آه وكل الرعاية من جانب حضرتك وكل الطاقة بالطب اللي موجود في دار الشرفة آه أكيد طبعاً طبعاً سجل متقفصين وهنا الأعلى المستقبل يتبع حالته بالاستمام بالاستمام هل يعني اهتمام حيات أرجو نقل إنه الشعب ناس كلها موغودة معايا ناس كلها متعاطفة معايا ناس كلها بتتطمن عليه كل الناس بتتطمن عليه من الشعب يعني يعني بعد سجل الرئيس كل الناس كمان بتتطمن عليه اكتبوا على تحياتها ليه آه طبعاً بنوصله الصورة يعني يكفي إن الفريق الطبيب يتخانوا على الاشتغل في الدور اللي هو فيه يعني اللي هو محبوس فيه عشان يقدروا يشوفوه ويتعاملوا معايا ووصلوه رسائل الحب من الناس كلها يعني هو فنان جميل ومشهور والناس كتير بتحب أدواره فهو يعني كده كده ليه رفيد كبير عند الناس يعني دكتور محمود خلي السيادة تكبعنا معنا كمان دكتور أشرف زاكي سيادة النقيب مساء خير فانتا هلو سيادة النقيب سيادة النقيب شكرا